تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكيسال رئيس جمهورية السنغال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم وكذلك تباحث بشأن القضايا المشتركة وقدم رئيس السيسي التهنئة لرئيس ماكيسال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الافريقي خلال عام 2022 والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية وكانت لها تدعيات كبيرة على كافة الأصائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الافريقية من جانبها أعرب رئيس ماكيسال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقية وهو ما عكس حرص مصر بقيادة السيد الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الافريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة ترجمة نانسي قنقر